اللهم صلي وسلم تعالى على العربي الأشير وحالى على العربي الأشير وحالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا كنا أيها الأحباب في اللقاء السابق عرفنا الفصل الأول الذي ذكر الشيخ رحمه الله وارضي عنه فيه أركان الصيام عرف الصيام وذكر أركانه وفصل في الأركان من أجل أن يفهم العبد أن الأحكام إنما تبنى على تلك الأركان لما أنهى الكلام عن الأركان تكلم الآن عن مستحبات الصوم ومكروهاته ثم عن تعمد الفطر في التطوع وفي الفرض نحاول إن شاء الله تعالى في هذا المجلس أن ننهي هذا الفصل وإن كان فيه شيء من الطول لكن بحول الله وقوته نسأل وسبحان سعال أن يبارك فيه قال رحمه الله وارضي عنه فصل يستحب تقديم الفطر أي فصل في مستحبات الصوم وفي مكروهات الصوم كما قلنا وفي بعض الأحكام الأخرى يستحب أي من المستحبات الآن أريد أن يذكر مستحبات الصوم الصوم ذكر منها ثمانية من أهم وأوكاد المستحبات بالاهتمام فقال تقديم الفطر يريد بتقديم الفطر عن صارات المغرب لا عن غرب الشمس حينما تغرب الشمس يعني حينما يتحق الإنسان بالغروب يأذن المغرب وهو في بيته مثلا أذن المغرب لا يصلي يستحبه بأنه يفطر برطبات أو تمارات بلح مثلا فيه التمر ما فيه بذل حلاوة أو التمر كما كان عائل صلى الله عليه وسلم أو حسية من الماء أي شيء ثم بعد ذلك يصلي ثانيا تأخير السحور تأخير السحور في السحور مستحبان الهو مستحب السحور بذلك مستحب سنة الوجود عائل صلى الله عليه وسلم ويستحب فيه أن يكون متأخرا لأنه كان عليه الصلاة والسلام بين سحوره وبين طلوع الفجر يعني الإمساك قدر ما يقرأ خمسين آية قليل قليل جدا فيستحب هذا كثير من الناس يقول إذا أنا تصحرت فيه متأخرا لعل ذلك سيصعب علي الصوم اليوم ولعل لي قد يقع مني القلس أو شيء من هذا نقول ليس هذا المراد المراد هي كالجرعة على الماء التي تشربها قبل طلوع الفجر بنس ساعة بعشرين دقيقة أو نحو ذلك ثم أمسك مثلا ونوي فيها السحور الأكل وكذا ليكون متقدما لأحارش لأن السحور بتمرة بتمرتين بيق شيء من الماء بشيء من الحلاوة ونحو ذلك ثالثا قال وكفوا اللسان عن الهذيان والفحش من القول كفوا اللسان عن الهذيان المراد بالهذيان الكلام الذي لا فائدة فيه وفحش القول كذلك لكن هنا مراد به غير المحرم لأننا في المستحبات نحن في المستحبات إذن من المستحبات أن لا تستكلم في الفضول من صعد ومن نزل وفلان مدفاعل أمور العادية لا تكثير في رمضان أما المحرم الغيبة والنميمة وكذا هذا محرم ليس مستحب نتركه هذا محرم في رمضان وفي غير رمضان وهو الذي قال فيها أي سيد الوجود صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور يعني الكذب والعمل به فليس لله حاجة أن يدع من طعامه وشرابه ثم قال وترك السواك بالرطب من المستحبات أن يترك السواك في نهار رمضان بشيء رطب لأن الشيء الرطب سواك الذي يكون فيه لازال رطبا لعله يتحلل من عدانه شيء ولعله يسبق إلى حلقه منه شيء فالأولى أن يجدني بهذا فإن كان ولا بد أن يستاكى فليستاكى بشيء يابس لا أرطب ثم قال وصوم يوم عرفة لغير الحاج تكلم عن مستحبات الصوم ثم تكلم عن صوم مستحب فقال من أوكيد المستحبات صوم يوم عرفة الحديث مشهور إني أستحسسي على الله أن يكفر السنة التي قبله السنة التي بعدها هو من أعظم الصيام المستحب ثم قال ويوم تأسعى وعاشراء بالحديث الصحي كذلك أن صوم يوم عاشراء يكفر السنة التي قبله وتأسعى لأنه كان ينوي صلى الله عليه وسلم أن يصومه مخالفة للجهود بل ولما أذن أو رغب في صيام المحرم فقالوا من أول محرم من أول واحد محرم من الثلاثة إلى عشر محرم كل هالأيام يستحب صومها التاسع يستحب أوكد من الأولى إلى الثامن العاشر يستحب أكثر منها كلها لأنه هولد ورد فيه النص ثم قال وثلاثة أيام من كل شهر كذلك من مستحبات صيام ثلاث أيام من كل شهر ترك كلام عن الاثنين وخميس من مستحبات آكدة كذلك صيام يوم الاثنين وصيام يوم الخميس لم يكن صلى الله عليه وسلم يتركها غالبا وصيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام ثلاث أيام من كل شهر تحتاج تفصيل بسيط جدا ورد فيها أنها الثالث عشر والرابع عشر والخمس عشر سما الأيام البيض ثلاثة عشر وخمسة عشر من أيام من أيام الشهر الهجري التي يكون فيها البدر في الاكتمال إلى أن يكتمل قال المصنف رحمه الله ولا تختص بالأيام البيض يعني ثلاث أيام من كل شهر التي رغب فيها سيد الوجود أن يصومها الإنسان كل شهر صومها ثلاث أيام ليست خاصة بثلاثة عشر وعشر وخمسة عشر لا صم أي أيام انشئت بل إمامنا مالك رضي الله عنه كان يصوم اليوم الأول من الشهر واليوم الحادي عشر واليوم الواحد والعشرين والأيام هؤلاء لا يفعل شيء إلا إذا وارثوا عن مشايخهم ورأوا فيه ذلك حكمة لأجل أن لا يظن الناس أنه إذا فاتتك ثلاث عشر وعشر وخمسة عشر ضعت أيام البيض لا وضعت الصيام ثلاث أيام ثلاث أيام اخترها من أي يوم الشهر ولا تدع هذا الشهر إلا أن تصوم فيه ثلاث أيام فهذا من المستحبات ثم خاتم الكلام عن المستحبات بالإشارة إلى أمر ليس مكروه يظنه البعض الناس مكروه وبه فتح بمكروهات فقال ولا يكره صوم يوم الجمعة منفردة كثير من الناس يسمع الحديث النص في صيام يوم الجمعة وفي النهي عن صيام يوم الجمعة لأنه يوم العيد عندنا معاش المالكية إمامنا مالك وطالبته ومن أخذ عنه وجل إن لم نقول كل علماء المدينة لم يأخذوا بهذا الحديث لأنه صار عندهم عمل أهل المدينة وهو العلم أحد المتواطر أقوى منه يقول إمامنا مالك في الموطأ لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة شكرا لما أعظمه ثم قال وصيامه حسن وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وآراه كان يتحراه كلام واضح جالي لما يقول إمام مالك لم أرى أحد أهل العلم من هم أهل العلم أولما المدينة الكبار خمسة من آئمة الإمام مالك ومن المشيخه هم تلامتين للفقاء السبعة الفقاء السبعة هؤلاء هم الإسلام فإذا عاش في المدينة عنده مع التابعين من هؤلاء التابعون هم الذين عاش مع الصحابة رضو الله عليهم الذين فارقهم سيد الوجود عائسة في المدينة هؤليك كلهم قال لم أرى أحدا من أهل العلم والفقة وممن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن لا حرج في ذلك بل قال رأيت أهل العلم يصومونه بل يتحرونه يعني يصوم يوم الجمعة يتحرى صومه لأنه يوم فاضل والصوم فيه عبادة فإذا أردنا أن نفصل هذا التفصيل بسيط لجل يقول لا تطلع أنك طالت حديثا ما في البخاري أو لك أن تخذ الحكم منه لا الدين واسع وباب واسع لأن كما ورد ذلك الحديث ورد حديث آخر أرواها الإمام الترميدي والنسائي عن سيدنا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام وقل ما كان يفطر يوم الجمعة نص وقل ما كان يفطر يوم الجمعة يعني كنت أره يوم جمعة كل جمعة صائمة تقريبا قل ما كان يفطر في حديثنا في حديث آذن المعنى أننا نحن عامة المسلمين ليس لنا إلا اتباع الأئمة فهؤلاء أخذوا بالحديث وبالقوال الصحابة وبعامل أهل المدينة الذين قالوا يوم الجمعة لك أن تصوم فيه فاصوم يوم الجمعة إن شئت وهؤلاء أخذوا بالحديث والباب واسع ولا ينكر أحد على أحد انتهى من المستحبات وانتقى يتكلم عن مكروهات الصوم فقال ويكره ذوق الملح ومجه يكره بمعنى ليس فيه إفطار ولا فيه كفار ولا شيء ما هو ذكر مكروهين اثنين زياد ربما الثالث ذوق الطعام المرأة يجوز لها لأن الكرهة لتنا في الجواز يجوز لها أن تضع من الطعام شيء في لسانها في طرف اللسان في طرف اللسان تضع الطعام لأن طرف اللسان يكفي للذوق فتعرف به الملوحة من عدمها أو الحلاوة من عدمها ثم تمجه ترميه إن فعلت هذا لا شيء عليها فعلت مكروهان هل كرهة تزور إذا كان عندها زوجا قاسيا متشددا في الطعام ونحو ذلك فلا حرج عليها تذوق الطعام وترميه ولا شيء عليها والأولى اجتناب هذا ثم قال ومقدمات الجماع كالقبلة والمباشرة والتفكر والنظر المستدام والملاعبة إن علمت السلام وإن لا فيحرم عليه ذلك من المكروهات التي لابد أن يعرفها الإنسان والراجل والمرأة هي مقدمات الجماع التي ليس بعدها أثر مقدمات التي قد يقع معها الجماع لكن لم يقع أتي منها القبلة المباشرة النظر دوام النظر والفكر في زوجته الحلال فهذه الأمور قد تجر إلى الجماع وقد لا تجر فإذا عالم من نفسه السلام من خروج المني والسلام من خروج المذي ومع ذلك فعلها وقبل وانحو ذلك فعلها مكروها ولا شيء عليه فعلها مكروه ولكن السلام صحيح ما معنى هذا؟ معنى إن لم يعرف من نفسه السلامة ويعلم أنه إن وقع منه هذا إما أن يقع منه يخرج منه المذي أو يخرج منه المني حارم عليه صارت المقدمة الجماع حرام لأنه يعلم النفس أنه بقبلة أو بمداعبة أو باستدامة نظر أو يمني يحرم عليه ذلك فإن فعله فكما أشرنا في السابق إن أمذى فعليه القضاء وإن أمنا فعليه القضاء وكفار اكتفى بهذه المكروهين نزيد مكروه الثالث وهو التطيب يكره الطيب يعني يجعل إنسان طيب على نفسه في رمضان لأن الشهر ذه شهر عبادة وتقرب إلى الله وشاعث ونحو ذلك فلا يجلب لنفسه ذلك الانتعاش بأمر يكره لكن لا قضاء فيه ولا إثم كذلك من باب الإثم الكبير أنهى الكلام عن المكروهات سيتكلم في حكمين عن تعمد الفتر في الصيام تطوع وتعمد الفتر في الصيام رمضان فقال ولا يفطر الصائم المتطوع لعزيمات أو غيرها إنسان صامت طوعا عاش وراء اثنين خميس ثم عزم عليه أحد أن يفطر قال عزمت عليك ونوو وكذا لا يفطر ويحرم لماذا؟ لأنه أبطل عمله وإبطاله العملي من المحرمات هذا العمل لم يكن واجب عليك لكن الآن لما نويته ليلا وبدأت فيه شرعت فيه ونحن الآن في الظهر يحرم عليك أن يتيك إنسان ويعزم عليك ويقول لك لا تفطر عندي لأنك ضيف ضيفي وكذا دعوتك اليوم لإفطار لا إذن هذا قوله يحرم عليه أن يفطر لي عزيمة أو غيرها غير العزيمة هي كشهوة الطعام يحرم عليه أن يصوم والمسجي في وسط النهار يشتهي الطعام وتغلبه نفسه يقول أن هذا تطوع مجرد تطوع لا حرام فعلى حرام لأنه أبطل هذا العمل ثم في العزيمة في العزيمة فصل فقال وإن حلف عليه بالطلاق الثلاث أو العتقي حنث يعني ذاك الذي عزم عليك قال تفطر حلف بالطلاق طلاق زوجتي هو قال هو هو قول عليه الطلاق الحالث الحالث إن لم تفطر أو العتق عندك عنده آما أو عبد حلف بالعتق أو حلف بالله حلفت بالله عليك أن تفطر وأنت صايم نافلة لا يطع ويحنث وهو يطعم عشرة مساكن إن كان قادرا إن لم يكن قادرا هو يصوم ثلاث أيام على كفارته ولا أبطل أنا ذلك النفل الذي كنت فيه لكن هنا فيه استثناء إلا أن يكون أحد والديه إذا كان الوالد أو الوالدة الأب والأم لا الأعلى الأب والأم حلف عليك أيها الإبن أو البنت أن تفطر في تطوع تفطر ولا يثمع عليك لماذا؟ لأن طاعة الوالدين واجبة وهي أوجب من ذلك النفل لها قيد سنذكر في الأخير ثم قال بعد أن قال إلا أن يكون أحد والديه أو شيخه فإنه يطيعه كذلك إذا كان الذي عزم عليك أن تفطر هو شيخك الذي أخذت عليه العهد عهد السير إلى الله الطريق وأخذت العهد وعاهدت الله أن لا تعصيه في التربية وفي السير ثم أمرك بأن تفطر واجبة عليك أن تفطر طاعة الوالدين وطاعة الشيخ المربي وقيل حتى الشيخ العلم قال بعض العلماء من مازل وغير قال حتى الشيخ الذي يدرسك شرع الله إن عزم عليك أن تفطر فتفطر وتقضي فيما بعد هذا الأمر فيه قيد وهو قوله إذا كان على وجه الرأفة لإدامة صومه يعني إذا تحققت أن الوالد والوالد والشيخ إنما قالك أفطر شفقة عليك ورأفة بك فهنا تطيعهما وتفطر تكلم عن تعمد الفتر في صيام تطوع ثم تكلم خاتم هذا الفصل بالكلام عن تعمد الفتر في رمضان سألنا السلامة العفية فقال ومن أفطر في نهار رمضان عمدا أو سهوا وجب عليه القطاع من أفطر في نهار رمضان سنتقل معنا العمد نبدأ بالسهو سهوا الكل يحفظ الحديث أطعمه الله سقاه ممنى مالك أخذ به وقال هذا في النفل أما في الفرض فإنه يمسك من أفطر في نهار رمضان سهوا يمسك عن الطعام شريباء ثم نسي تذكر أنه في رمضان يمسك يمسك حرمة لهذا اليوم ثم لما يخرج الشهر يقضي ذاك اليوم الذي أفطر فيه ساهج هذا بالنسبة للسهو ومن أفطر في نهار رمضان عمدا أو سهوا فوجب عليه القضاء إذن في العمد يقضي ذاك اليوم وفي السهو يقضي في السهو يقضي ولا شيء عليه في العمد يقضي ذاك اليوم وعليه كفار وهو قوله هنا ويأثم إن كان عمدا إثم تعمد الإفطار في رمضان لا يكفره إلا التوبة حتى الكفار ذي الكفار عقاب وإلا فحقيقة ما يرفع عنك الإثم التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ثم قال وتجب عليه الكفارة بأحد ثلاث أشياء على التخيير أولا قبل ما نتكلم على ما هي الكفارة كما قال الشيخ نتكلم على تعريفها قال وتجب عليه الكفارة الكفارة عند الفقهاء هي ما يترتب على انتهاك حرمة رمضان مع العلم والاختيار والعمد الكفار يعني مختار ليس مكره عالم بأننا في رمضان متعمد وانتهى كحرمة رمضان يترتب عليه شيء ذلك الذي ترتب عليه الكفار القضاء لازم يقضي ذلك اليوم ثم الكفارة وهذه الكفارة التي سيعرف ما هي تجيب بأحد أمور يعني إذا وقع من المرء من الصائم أحد أمور أربعة وجبت عليه الكفار الأمور الأربعة هذه هي الجماع في نهار رمضان وجب فيه كفارة الأكل أو الشر تعامد أكل أو الشر فيه الكفارة تعمد إخراج المني فيه كفارة تعمد رفع نية رمضان وقيل حتى المزاح لأننا لا نعرف مزاحة من عمدها وبالتالي لهذا قالوا رفع نية الصم فهذه الأربع أشياء إن وقع الجماع أو إخراج المني أو الأكل أو الشرب أو رفع نية الصوم في نهار رمضان فوجب فيها القضاء أصلاً لك اليوم والكفارة ما هي هذه الكفارة؟ قال وهي أو أولاً أخبار أنا على أنها تخيل ثلاث أشياء أنت مخير فيها إن شئت تكفر بهذه أو إن شئت بهذه أو إن شئت بهذه وحدة منهم على التخيل فقال وهي إطعام ستين مسكينة كل واحد مد بمده صلى الله عليه وسلم وهو أفضل أخبر أن الأفضل الكفارات هي إطعام ستين مسكين مد بمد المصطفى يجوز إخراج القيمة وتعطى لستين مسكين ويجوز كذلك جمعها لمساكين خاصة في هذا الزمان الذي ضعف فيه الدين وقل فيه الوارع والتقوى ثانيا قال أو صيام شهرين متتابعين إذا لم يطعم ستين مسكينة يمكنه أن يكفر بأن يصوم شهرين متتابعين صيام شهرين متتابعين شهرين قمريين لا شهر ميلادي شهر قمار شهر قمارية وإذا تعمد الإفطار في وسط هذه الشهرين لا مرضا أو حيضا أو الحيضة لا عمدا إذا تعمد أبطال ما كان في الأول ويعيد البداية من جديد ثم ختم الفصل بقوله أو عتق رقبة مؤمنة كاملة غير ملفقة سليمة لا تستحق بوجه هذا لم يعد في هذا الزمان عتق رقبة لكن بقط نأخذ منها كلمة وحدة وهي قولة غير ملفقة غير ملفقة هنا تعود على الكفارة يعني لا يجوز التلفيق في الكفارة في هذه الأمور الثلاثة بأن قالوا صوم شهرين أو طعم ستين سكينة فيقول أصوم شهر وأطعم ثلاثين سكين نكون لفقت بين هذه وهذه أو أعتقه نصف رقبة قد كان موجود أعتقه نصف رقبة وأصوم شهر واحد أو أطعم ثلاثين مسكين وأعتقه نصف رقبة هذا التلفيق الذي أراد أن يغلق هذا الباب ويقول أن الكفارات إما هذه وإما هذه وإما الثالثة التي لم تعد في هذه السحنة هذا والله ورسوله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل صعب الأجمعين والحمد لله رب العالمين يا ربي على نبينا وحمد الهدي دور المدينة وحمد الهدي دور المدينة ترجمة نانسي قنقر